السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه مستمعي الافاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا لنتحدث عن حلقة اليوم التي نرجو ان تكون مثيرة وجالبة لكثير من الاهتمام موضوعنا لهذا اليوم كيف تجذب الحظ اليك كيف تجذب الحظ اليك حديثنا عن الحظ حظ تعيس وحظ سعيد هل حقا يوجد الحظ في الحياة اليومية هل هناك فعلا اناس محضودون وهناك اناس عندهم سوء الطالع اذا قرأنا القرآن العظيم كتاب الله رب العالمين وجدناه يتحدث عن الحظ السعيد يقول الله تعالى وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍ عَظِيمٍ الحظ هنا المتكلم عليه في كتاب الله رب العالمين هو الحظ الأعظم هو الجنة حينما يفوز العبد المؤمن بالجنة لكن الناس يقولون دعونا من الحديث عن الجنة وتركوننا نتحدث عن الحياة الدنيا ومشاكلها وهمومها هل فعلا هناك حظ سعيد وآخر تعيس لا شك أن في هذه الحياة هناك نوعين من الناس هناك من يولد وفي فمه ملعقة من ذهب وهناك من يولد وفي فمه ملعقة من خشب هناك المحضوضون الذين غالبا ما تأتي الفرص بأقدامها إليهم هم دوما سعداء ومبتهجون والحظ يبتسم لهم بينما في المقابل هناك البعض الآخر من الناس من يعاني من سوء الطالع ومن الحظ العاثر إنهم سيء الحظ يعيشون حياة معذبة في الأرض كثيرا ما يميلون إلى التذمر من قلة الإمكانيات ويعتبرون أن حظهم تعيس ويقول البعض الآخر إن الحظ السعيد غالبا ما يأتي متأخرا كثير من هؤلاء الذين عندهم سوء الطالع ينتظرون الحظ السعيد متى سيأتي لقد طال الأمد وبعد ذلك يقنع نفسه بأن الحظ السعيد لا يأتي مبكرا بل دوما أو غالبا لا يصل إلا متأخرا قديما كنا نلاحظ في مجتمعاتنا الشعبية بعض الجارات يجتمعنا لاحتساء فنجان من القهوة ويجلسنا ويتحدتنا ثم تقول إحدهن أحذرنا فناجينا كنا لأرى ماذا يخبئ لكنا المستقبل وتبدأ قارئة الفنجان تقرأ وتترجم بقايا البن في هذا الفنجان وقد تسرد أحداثا لا أساس لها من الصحة تكشف عن أسرار وأخبار وكيف يجب أن يحرس هؤلاء النسوة على الحظ الجميل والسعيد هذه دردشة تكون في بعض البيوت وفي بعض الأحياء الشعبية هذا كان أيام زمان أما اليوم في عصرنا الحالي فقد تعددت الوسائل في الكشف عن الحظ السعيد أو بالأحرى عن جلب الحظ السعيد أصبحنا علماء متخصصين في علم الفلك يدرسون الأقمار والكواكب والنجوم بعناية شديدة ليخرج لنا عددا من الأبراج الفلكية ويسرد ما هي حضود هذه الأبراج بشكل يومي أو قد يتنبأ بما سوف يحدث في المستقبل ونجد بأن الناس يهتمون كثيرا بمثل هذه الأخبار لا شك أن إذا رجعنا إلى العقيدة الإسلامية التي هي المرجع الأسمى لكل المؤمنين فوق الأرض سوف يعلمون بأن كل ما أصاب الإنسان فهو مكتوب له سلفا عند ربه حينما كان الإنسان جنينا في بطن أمه كتبت له السعادة والهناء أو كتب بأنه بعيد عن الحزن والعناء أو قد يكون غير ذلك فقد جاء في الحديث يؤمر بكتابة أربع كلمات رزقه وأجله وشقي أو سعيد كل شيء في المنظور الديني مكتوب سلفا عند الله وتكفي الإنسان أنه يردد بعض الدعوات والصلوات في حياته لكي يحول هذه الحياة التعيسة إلى حياة مليئة بالسعادة والهناء وبعيد كل البعد عن الحزن والعناء نظرة الإنسان إلى عالمه بعين واسعة تجعله يرى كل ما يضر حوله بقلب فرح مبسوط فهذا أول علامات السعادة أن ترى ما حولك كله ميسر وتنظر إلى الأشياء بفرح وسرور ثم تسعى لمساعدة الآخرين على تحصيل السعادة على قدر ما تستطيع وبالتالي تجد بأن الله تعالى سوف يرزقك حياة طيبة ومستقبلا كله أمل وإشراق لكن الكثير من الناس يقولون نريد أن نتعلم كيف يكون الواحد مننا محظوظا هل فعلا جلب الحظ أو الحظ السعيد هو علم يقرأ نعم في السنوات الأخيرة أجريت دراسات عن هذا الموضوع لتخرج بنتيجة أنه لا يوجد حظ سعيد ولا حظ تعيس وإنما كل ما في الأمر هناك سلوكيات وطباع تميز البعض وتمكنهم من النجاح فيما يقومون به بسهولة أو بمجهود أقل ويرتقون إلى الأفضل بسرعة وذكر بأن هناك عدة صفات لمن هو عنده حظ سعيد أولا تبين من خلال الدراسات أن الناس المحظوظين يبتسمون أكثر في غالب الأحيان إذن أول طريق حاول أن تبتسم كثيرا وأنهم إيجابيون في أغلب الأوقات أكثر من عيرهم دائما يستمد الطاقة ويعتبر بأن الأشياء إيجابية لا ينظر إلى نصف الكأس الفارغ وإنما ينظر دوما إلى نصف الكأس الممتلئ ثم تجدهم يتحلون بصفة التفاؤل وإذا أرادوا أن يبحثوا عما يريدون لا يعقدون الأمور وإنما يسيرون بكل بساطة وبإلحاح كل هذا النجاح الذي يحصلون عليه لا يسمى حظا وإنما يسمى نجاح وكفاح وقد جاء نتيجة لطريقة وأسلوب تفكيرهم وبالتالي أصبحوا سعدا ولكل مننا إذا أراد أن يصبح حظه سعيدا ما عليه إلا أن يغير طريقة تفكيره ثم منهج تصرفه وبالتالي يحصل على السعادة المبتغات إذن فكيف يمكن أن نجلب هذا الحظ بخطوات بعض العلماء المختصين في هذا المجال وضعوا لنا مجموعة من الطرق تشعرك بأنك أصبحت محضورا أكثر مما مضى أولا لا بد أن تعمل بجد واجتهاد فالعمل الجاد هو الذي يجلب الحظ السعيد ويمكنك من إتبات نفسك ويساعدك على تعزيز نقاط قوتك ومعالجة نقاط الضعف فيك إذن العمل لا بد أن تشمر عن سوائدك وتقوم للعمل ثانيا كن متفائلا بالخير فالشخصية المتفائلة تسعى بكل قدرتها لتصل إلى أعلى المراتب تعمل على جلب الحظ بصورة قوية جدا التفاؤل بحد ذاته قوة ولا يمكن لأي شخص أن يصل إليها إلا بأن يستجمع الطاقة الداخلية المودعة في نفسه نقاط القوة في الغالب تلغي الضعف وتساعد على الوصول إلى أعلى المراتب إذن لنتفائل جميعا بالخير ثالثا لا بد من المجازفة لا تقف مكتوف الأيدي اعمل بكل جهدك لا تتحجج بالظروف اترك نفسك تغوص في أعماق الخطر جازف لكي تصل إلى مبتغاك اعشق التحدي واصل جهودك فالحض والكسل لا يلتقيان أبدا رابعا شجع نفسك وإن لم تجد من يشجعها فشجع نفسك حاول دوما أن تشجع نفسك وتشعر بأنك قمت بعمل رائع فإذا لم تجد من يشجعك سوف تشعر بالخيبة وسوف تشعر بالإحباط وأنت ستكون الحكم على تصرفاتك لهذا حاول أن تبهج نفسك بكل الطرق ذكر نفسك دائما بأنك شخصية ناجحة وأنك تستحق الإعجاب وأن الحض سوف يكون حليفك على الدوام وإذا وقعت سوف تقوم في القريب العاجل ثم حاول أن تحول أحلامك إلى حقيقة بعض الناس عندهم أحلام اليقضة دائما يحلم بأن يصل إلى أعلى المراتب فقط يحلم بالخيال لكن كيف تحول هذه الأحلام إلى واقع إلى حقيقة تتحول بالإجتهاد لا تتحجج بالظروف اصنع من الحلم حقيقة انظر إلى نفسك في المرآة أمام المرآة قف وقل حمد لله الله عز وجل أكرمني بجسم سليم عينين شفتين وكل هذه الخلقة وآمن بقدراتك ساعد نفسك على تحقيق الهدف المرجو وتحرر من القيود بعض الناس يشعر بأنه مقيد بأنه مكتف فلا يمكن أن ينجز أي عمل تجده دائما يتحجج بالحض ما عنده زهر ولكن في الحقيقة الشخص المنطلق الذي يعشق التحدي ويغامر هو الذي يجلب الحض لنفسه ويسعى للوصول إلى أعلى المراتب لا تتردد التردد هو عدو النجاح الأول بل ترك كل شيء خلفك وتقدم إلى الأمام إن تعترت قم مجددا ولا تعجل في سقوطك أبصر النور حتى وإن كان بعيدا كن على يقين أن القرارات السريعة لا تخرج إلا من شخصية قوية مبصرة متفهمة وانهض بعد الهزيمة بعد كل هزيمة انهض فالهزيمة تجعلك تشعر بأنك منحوس لكن قم مجددا ولا تتكاسل أيقن أنك تستحق الفوز بعد هذه الهزيمة أرسم أمامك الطريق شقه حتى ولو كان طويلا وتيكن بأن المحظوظين أنفسهم هم آخر من يؤمن بالحظ الجيد أو السيء فهم بكل بساطة هؤلاء المحظوظون في الأصل هم عصاميون إنهم يؤمنون بأن النجاح يأتي بالإشتهاد وهم واقعيون يعرفون أن المال لا يأتي إلا بالكد والعمل وإذا أردت أن تشعر بأنك شخص محظوظ فلابد أن تؤمن بقدراتك وتؤمن بشخصيتك وتؤمن بأن الحظ حليفك فسؤالي إليكم أيها الأحباب الكرام في رأيكم أنتم حسب تجربتكم في الحياة هل الحظ السعيد حقا موجود أم أنه مجرد كلام يقوله بعض الناس وهل هناك الحظ السعيد أو النحس الذي يتبع بعض الناس ربما الجواب عندكم سوف نتعرف عليه من خلال مكالمتكم ولكن قبل ذلك أريد أن أبين من المنظور الإسلامي أن هناك بعض الآيات إذا كررها العبد المؤمن ستكون بإذن الله تعالى تعطيه الراحة النفسية وتجعله قويا على مجابهة المشاكل كلما شعرتم أنكم غير محظوظين في الدنيا لا بد للمؤمن أن يذكر نعمة الله عليه وأن يكون من الشاكرين ويعلم بأن الله تعالى ممكن أن يرزقنا من حيث لا نحتسب وربنا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم تيقن بأن كل شيء في هذا الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى مدى يقول رب العزة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب المحظوظ عنده كل هذه الشهوات والملدات سواء من النساء أو من البنين أو من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة أو من الخيل المسومة والأنعام والحرط كل هذا يسمى متاع الحياة الدنيا وما عند الله تعالى هو الأكرم عنده حسن المآب دائما الإنسان يكرر هذه الآية العظيمة تعطيه شحنة من الطاقة وهي قول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لكن ومع ذلك بعض الناس يقول أنا أستشعر بأن سوء الحظ يتبعني أنا عندي نحس كلما وضعت قدمي في مكان إلا ووجدت صعوبة في الاندماج ماذا علي أن أفعل؟ بعض العلماء الصالحين اكتشفوا سرا في بعض الآيات القرآنية سورة عظيمة تسمى سورة الليل هذه السورة قالوا بأنها إذا قرأها العبد المؤمن بإخلاص ويقين فإذا شك بأن فعلا عنده نحس أو سوء طالع فإنه يندثر ويبتعد خصوصا الآية التي تقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى مضمون هذه السورة الليل يقول فيها الله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنت إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إلا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة ولولا فأنظرتكم نارا تلضى لا يصلاها إلا لشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يوتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بعض العلماء الصالحين قالوا بأن سورة الليل كلما من شعر بأن عنده سوء طالع أو سوء حب أو عنده نحس يقرأ هذه الصورة بالليل مرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويتريا على قدر ما ما يستطيع وليكرر الآيات التي ذكرناها فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وكذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى عموما الإنسان إذا أرد أن يبتعد عن هذه العكوسات وهذه الموانع وسوء الطالع ما عليه إلا أن يكتر من الدعوات ويكتر من الصلوات خصوصا بعض الأدعية الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حينما يقول اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يعزب عنك شيء أسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيام فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحم هذه الأدعية وأمتالها إذا كررها العبد المؤمن فإنها تنفض عنه غبار النحس وتجلب له الحظ الصعيد بأمر الله تعالى أن الله قلوبنا وقلوبكم بالإيمان ولا شك أن السعادة التي نضور عليها سوف نجدها بإذن الله تعالى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا